رئة العالم تحترق هكذا فقط يمكن تلخيص ما تشهده مساحات شاسعة من الغبات في عدد من البلدان قراء موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب الأرض قاطبتنا فهنا أوروبا التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار في الطقس من ارتفاع شديد في درجات الحرارة يعقبه زخات مطر قبل أن تتحول مجددا إلى ما يشبه موجات لهب ما أثارت حالة من الفوضى والجدل في القارة العجوز حول تأثير تغير المناخ ففي اليونان عرقلت الرياح العاتية جهود رجال الإطفاء لاحتواء حارق كبير في جزيرة رودوس السياحية الذي تسبب بأكبر عملية إجلاء سكان على الإطلاق في هذا البلد شملت نحو 30 ألف شخص وأعلنت الشرطة اليونانية إجلاء حوالي أكثر من 30 ألف شخص من باب الاحتياط بينهم 16 ألفا نقلوا برا و3000 بحرا بالإضافة إلى إخلاء 12 بلدة من بينها لندوس إحدى القبلات السياحية الرئاسية في الجزيرة أما في إيطاليا والتي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية تضررا بتغير المناخ بعد تعرضها لفيضانات مميتة في مايو تشهد اليوم حرائق دارية في منطقة كالابريا بجنوب البلاد فيما تعاني جزيرة سقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر التي تثير فوضى في أنحاء أوروبا وشبت النيران في غابات ونبتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة فيما تم استدعاء فرق إطفاء إضافية من منطقتين كامبانيا والاتسيو وكذلك من متينة ميسينا في سقلية إذن يتعرض العالم لأزمات مناخية غير مسبوقة ما أدى إلى العديد من الكوارث الطباعية من الحرائق والفيضانات إلى البراكينة فيما يكافح رجال الإطفاء في عدد من الدول لإنقاذ السكان من أزمة وصفت بالوجودية بل أشبهها البعض بالحرب العاتية